لسه مكملين مع حضراتكم كريستان رونالدو ومانشستر يونيتد متى بدأت الأزمة؟ تعالوا نشوف حكاية كريستان رونالدو ومانشستر يونيتد حكاية لكم الكصة دي أقول لكم رأيي في الآخر يلا كريستان رونالدو خرج مهاجماً مسؤولي مانشستر يونيتد في الساعات الماضية في تصريحات أصارت جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض فكيف بدأت الأزمة؟ بداية الأزمة كانت في المركات والصيف قبل انطلاق الموسم بعدما نشرت العديد من الصحف الموسوقة رغبة كريستان رونالدو في الرحيل عن منشستر يونيتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الأمر اتطور بعدما غاب كريستان رونالدو عن فترة التحضير للموسم الجديد بالكامل تقريباً وعاد فقط قبل بداية الموسم بسبعة أيام فقط معللاً ذلك ببعض الظروف الشخصية وهو قال إنه بسبب مرض بنته فأول مباراة لكريستان رونالدو تحدث أو تحت قيادة تينهاج أمام رايو فايكانو غادر النجم البرتغالي ملعب المباراة بالكامل بعد استبداله بين شوطاي اللقاء ليخرج المدرب الهولندي محذراً من تقرار الأمر مجدداً بدأ الموسم رونالدو خارج التشكيل الأساسي لإيرك تينهاج باستثناء مشاركته في مباراة الدوري الأوروبي ودخوله كبديل في الدور الإنجليزي الممتاز ظهر على رونالدو علامات عدم الرضع عن وضعه مع منشيستان رونالدو حتى جاءت اللقطة التي فجرت الأزمة الكبرى بعدما خرج من ملعب مباراة توتر هامو راحلة تماماً في سيارته الخاصة مع نهاية المباراة أو قبل نهاية المباراة هذه المرة خروج رونالدو من ملعب المباراة لم يمر مرور الكرام وقرر تينهاج بالاتفاق مع إدارة منشيستان رونالدو إقاف النجم البرتغالي واستبعاده من مواجهة شلسي رونالدو تعامل باحترافية وانصاعة للقرار لكنه انفجر بشكل مفاجئ في حوار مسجل بعدما أكد أنه لا يحترم تينهاج لأن الأخير لا يحترمه رونالدو لم يكتفي بمهاجم التينهاج بل أنه اتهم مسؤولي منشيستان رونالدو بدفعه للمغادرة في الصيف وأنهم أدمنوا الفشل منذ رحيل السير أليكس فاريكسون النجم البرتغالي شنه هجوما عنيفا على كل الأركان في منشيستان رونالدو وقتينهاج منذ اليوم الأول يحاول فرض سيطرته على الجميع والأقرب الآن سيكون رحيل رونالدو في الشتاء القادم ولكن إلى أين؟ إلى أين؟ إلى أين؟ أتصور أن شلسي قريب من كريستان رونالدو تتنهام أيضا يفكر في كريستان رونالدو عدد كبير من الأندية اللي ممكن تفكر فيه كريستان رونالدو شلسي محتاج مواجم شلسي محتاج سترايكر كريستان رونالدو بس هو المرتب بتاعه عالي فالنادي اللي هيشتريه هيبقى محتاج يدفع مرتب عالي إلا لو هو تنازل عن لتبه الأسبوعي العالي نهاردة العالم كله كان ما بينه مؤيد لكريستان رونالدو ومعارض لكريستان رونالدو أنا بحب كريستان رونالدو جدا جدا هو اللعب المفضل يعني وبشجع أو بساند في أوروبا مانشور سنالالدو فأنا بحب ده وبحب ده فأنا هقول رأيي عن حب الاتنين كريستانو أنا ما بحبش أصلا أي لعب يطلع يهاجم النادي بتاعه سواء في مصر بقى في أوروبا في أي حتة يهاجم النادي بتاعه ويهاجم المدارب بتاعه فده في حد ذاته خطأ تمام؟ خطأ بس برضو ما هو مانشور سنالالدو منذ رحيل السير أليكس بيريكسون هم نتكلم اللواتي داخلنا على عشر سنين ههو تمام؟ والفريق بقى حالته تسعب على أي حد تسعب على أي حد إدارة سيئة أجهزة فنية أو اختيار الأجهزة الفنية اختيار سيئ منظومة رياضية سيئة شراء وبيع لعبين بطريقة سيئة كل حاجة في مانشور سنالالدو فعلا سيئة فعلا أنا بقولك واحد بيشجع أو بيحب مانشور سنالالدو من تسع وتسعين من تسع وتسعين من تسع وتسعين سنة فأنا متابع كل ده فالفترة الأخيرة دي في مانشور سنالالدو مأساة حتى كريستانالالدو رايح مانشور سنالالدو أنا أعمال أقول يعيني عليك يا ابني هتختم حياتك في مانشور سنالالدو هو بالحال ده هو بالحال ده حاله سيئ فاللي قاله كريستانالالدو عن مانشور سنالالدو هو صح بس ما ينفعش يقوله ما ينفعش أصلا أي لعب في العالم يطلق يجب مدربه أو لعب يعني ما ينفعش نقول دا احنا بنستشهد دايما باللعبة العظيمة دي ونقول شفت شفت الاحتراف شفت الأدب شفت الأخلاق فما ما ينفعش يتجاوز بس في نفس اللقاته هو قال الصح يعني لو عمشو السنوات دي ده صح